احنا معانا دلوقتي قصة كفاح بطالتها السيدة فريال العدوي اللي تعلمت قيادة السيارات واستخرجت رخصة نقل تقيل وهي في سن صغير ودلوقتي بقالها خمسين سنة بتشتغل على العربيات وعلى الشحنان تعالوا نشوف التقرير عن رحلة ستة فريال اللي بتعتبر حاليا أشهر سائقة نقل في جمهورية مصر العربي رحلة من الكفاح على مدى خمسين عاما بذلت فيها السيدة فريال العدوي أقصى ما لديها من جهد وطاقة حتى تلبي احتياجاتها من خلال عملها كسائقة نقل ثقيل مع توصيل البضائع وغيرها من خلال الشاحنات صاحبة قصة الكفاح السيدة فريال خليل العدوي المولودة في محافظة الشرقية عام 1951 قامت خالتها بتربيتها في منطقة شبرى مصر بالقاهرة ولم تستكمل تعليمها وتزوجت مبكرا عندما كان عمرها 12 عاما انفصلت عن زوجها بعد أربع سنوات وأسفرت تلك الزيجة عن إنجاب طفل يحتاج إلى رعاية ومصاريف كما تحتاج هي كذلك لمصاريف تسد بها حاجتها وتغنيها عن السؤال قرار حاسم اتخذته السيدة فريال العدوي من أجل الانتصار على كافة التحديات وتعلمت قيادة السيارات واستخرجت رخصة نقل ثقيل وعلى مدار أعوام بلغت حوالي خمسين عاما وهي تواصل الكفاح والعمل اليومي وتعمل على سيارة نقل ثقيل تنقل عن طريقها البضائع من الموانئ إلى مناطق متفرقة داخل مصر وخارجها مثل ليبيا وغيرها